هبتري بأنه ناس كتير كلمت على كورة الهدف الثاني وبين اللغة التحكيمي ونسمع طبعا كابتن جهاد وقال إنه هو هدف صحيح هناك بعض الأرائي التحكمية كلمت على إنه الكرة فاول لأن الكرة في مستوى الرأس بالنسبة لعمر كمال ومنعيته من إنه هو يلعب الكرة بشكل طبيعي بعيد بقى عن اللغة التحكيمي خلينا أقول لك إنه بعيد عن الكرة واللغبطة والدربكة إنه الكرة دي مركة مسجلة لنادي الزمالك مش النهاردة ولا مبارح لا بقى لها موسمين مركة مسجلة نادي الزمالك من وقت منطقة المصطفى الزناري وحمز المسلوسي تواجدهم لاتنين مركة مسجلة يا ضرب الجزاء يا هدف حتى جوة المباراة كانت مركة مسجلة تعالوا وريك إيه اللي حصل في المباراة وليه هي بتتلعب كده والزمالك بيلعبها كده وبيسجل بها كده دي الكرة طبعا طبعا الكرة بتاعت الهدف وتسجيل الكرة بتاعت الهدف كرة طويلة من مصطفى الزناري أخطأ في لعبها وسام أبو علي من رأسية لغبطة كتير وفي الآخر انتهت به هدف للجزاء توحي بأنها كرة عشوائية تماما خطأ من الأهل يستغل له الزمالك طيب تعال روح للي بعدين كرة طولية وهروح لك إن هي إيجادة للزمالك تحسب لللاعبين تحسب لللاعب المنفذة لرميات التماس بص دي واحدة تاني بص قدقاءة كريم بص قدقاءة عارف كرة تنتيب ايه كرة تنتيب ركلة الجزاء اللي تم الغاقها عن طريق الفار رميتين تماز من مصطفى الزناري واحدة تم تسجيلها في آخر دقايق والتانية بسواب خطأ مركب محمد عبد منعب ثم رمي ربيعة انتهت بالنقى ضربة الجزاء اللي حصل على لغة وتم الغاقها بعد كده من كابتن برم نوردين روح بعد كده بقى ليه هل دي بقى كانت المرة تقول لها تحصل في المباراة دي لا تعالى اوريك في مباراة بيراميدز رمي التماس بنفس الشكل من المسلوسي هتنتهي بهدف لي نادي الزمالك بنفس الشكل بدايتها ركلة جزاء بدايتها رمية تماز تم تسجيلها كرة اللي بعديها على طول امام بيراميدز ايضا تلاقي كرة رمية تماز تنتهي براكل الجزاء لي نادي الزمالك دي امام انبي عفوا هتنتهي براكل الجزاء لزيزو في مباراة انبي بدايتها رمية تماث طويلة بتتلعب من ناحية اليمين وبالمناسبة كلهم بيتلعبوا من ناحية اليمين لان اللي بلعبهم اما المسلوسي في واحدة كمان بعدها اما المسلوسي او مصطفى زناري فهي مركة مسجلة لنادي الزمالك الرمية التماث الطويلة فرق كتير في العالم بتستفيد منها وهضيف عليها حتة صغيرة انه عيب على فرقة النادي الاهل ومارس الكولر انه تخش فيهم هدف بالشكل ده فيه اخطاء مركبة كتير بالاضافة انه ازا مالك متعود يلعبها بالشكل ده فاول مصطفى زناري خد الكرة ورجع بها عشرة متر العابة المفروض كانت تبقى جاهزة ومركزة كتير من الهاج